نوها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة أولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى أن تنامي العلاقات البحرينية الإيطالية قد أسهمت في فتح أفاق جديدة نحو تطوير التعاون بينهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والسعي المستمر لبحث الفرص المشتركة بما يعود بالنفع والنماء ويلبه تطلعات والارتقاء بالتعاون بين البلدين الصديقين ولفت سموه إلى ما أسهمت فيه زياراته الرسمية المتبادلة وما نتج عنها من نتائج متمرة تمثلت في توقيع العديد من اتفاقياته على مختلف الأصعدة بما يخدم المصالح المشتركة بينهما جاد ذلك لدى لقاء سمو يحفظه الله في قصر الأقضيبية اليوم سعادة السيد دومينيكو بيلاتو بمناسبة تعيين سفيرا لجمهورية إيطاليا لدى مملكة البحرين حيث رحب سموه بسعادة السفير الإيطالي مؤكدا دعمه له بما يسهم في تسهيل مهم عمله وتمنى سموه لسعادته السفير التوفيق والنجاح في مهمه الدبلوماسية مشهدا سموه بالتواصل المستمر بين البلدين الصديقين والدفع بتلك العلاقات لمزيد من التنسيق والعمل المشترك بما يحقق الرؤى المشتركة ويصب في مصلحة البلدين الصديقين من جانب عرب سعادة سفير جمهورية إيطاليا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العاد نايب القادة العلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبدي سموه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية الإيطالية ترجمة نانسي قنقر